قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم نيف أكرد يفاجئ وليد القراغي بتصريح جديد لا يصدق نجم المنتخب المغربي حكيم زياش يوافق على الانتقال لهذا الفريق الفيفا تفاجئ الكاف بالسبب خروقات حفل افتتاح الشان الجزائري والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار نيف أكرد يفاجئ وليد القراغي بتصريح جديد أدلا نجم المغربي نيف أكرد لعبوا استهام ينايتد بتصريح جديد لأول مرة مشيدا بالإضافة التي أدخلها المدرب الوطني وليد القراغي للمنتخب المغربي منذ توليه تدريب أصود الأطلس وقال أكرد في مقابلة مع قناة بإنسبورت القطرية اللاعبون المتواجدون حاليا بالمنتخب المغربي هم شبان ولديهم جودة عالية في اللاعب فضلا عن ممارستهم في أندية كبيرة وأضف مجيء وليد القراغي أعطى شحنة إيجابية وجعلنا نشعر بأننا أكثر من الإخوة حيث كانت بيننا أجواء رائعة في مركز التدريبات وعند الأكل وعقب نهاية المباريات خلال المونديال واختتم لننسى التوفيق من الله ثم مساندة الجماهير المغربي الغفيرة التي كانت حاضرة في قطر حيث كانوا يساندوننا عند كل مباراة لقد كنا نحن والجماهير المغربي رجلا واحدا في الملعب لا يصدق نجم المنتخب المغربي يفاجئ الجميع ويوافق على الانتقال لهذا النادي يرغب نادي جديد بالدور الإيطالي في الحصول على خدمة الدولية المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي خلال المركات الشتوية الجارية وحسب موقع كالتشيو مركات الإيطالي فإن روما يدرس التعاقد مع زياش لدعم خط الهجوم واستبدال نيكو زانيولو القريب من مغادرة الدئاب وأشر الموقع الإيطالي إلى أن الزياش سبق له المنح موافقته على العمل مع البرتغالي جوزي مورينيو مدرب روما ولن يمانع الآن الانتقال إلى روما وكشف كالتشيو مركات أن سعر انتقال زياش إلى روما سيبلغ 20 مليون يورو ووضح الموقع الإيطالي أن روما يحتاج أولا لحسم مصير زانيولو المرتبط بمونشستر يونايتد وبريستان جرمان قبل التوقع مع حكيم زياش الذي وافق على العمل مع المدرب البرتغالي جوزي مورينيو الفيفا يفاجئ الكاف بالسبب خروقات حفل افتتاح الشان الجزائري استفصر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الكونفيدرالي الأفريقي لكرة القدم كاف عن الخروقات التي شهد حفل افتزاح بطولة أمام إفريقيا للاعبين المحليين شان الجزائر 2023 بالسبب الأحداث التي شهدها والمتمثلة في إساءة الجمهور الجزائري للمغاربة إلى جانب الكلمة التي أدل بها حفيد نيلسون مانديلا وكشف مصدر المسؤول أن الفيفا طلب تفسيرات من الكاف باعتباره شريكا أساسيا في التنظيم إذ من المفترض أن يكون على علم بالأشخاص الذين سيتناولون الكلمة خلال الحفل إلى جانب غيرها من الأمور التنظيمية وأوضح المصدر ذاته أن الكاف ستسلم نسخة من التقرر الذي يعده الكاتب العام ورئيس لجنة تنظيم بطولة أمام إفريقيا للاعبين المحليين قبل الإعلان عن نتائجه والتحديد العقوبات التي سيتم اتخاذها في حق الجزائر هذا وتتعرض الجزائر لانتقادات كثيرة بالسبب الأحداث التي رافقت تنظيمها لأسوأ نسخة من الشن الدولي والمغربي رومانسيس يرحب بظاهر الويداد الرياضي حياتية الله في بشكتاش التركي يرغب بشكتاش التركي في التعاقد مع الدولي المغربي حياتية الله ظاهر الويداد الرياضي لتدعم التركيبة البشرية التي يتوفر عليها الفريق التركي الذي يلعب له عامد المنتخب الوطني المغربي رومانسيس ويجد الفريق الأسود تنفسا قويا من نادي مونبوليا الفرنسي بالدرجة الأولى ثم بريس الفرنسي وأندرلخت البرجيكي بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني الذي أبدأ بدورها رغبته في ضمي الدولي المغربي لصفوفها وتؤكد تقرار إعلامية تركي أن حديثا ضار بين عطية الله وعميد الأسود غانم سيس بعدما توصل ظاهر الويداد بعرض من الفريق التركي عندما كان مع المغرب في كأس العالم بقطر وسأل ظاهر الويداد رياضي عاميده إن كان بشكتاش فريقا يناسبها ملحا على أنه يرغب في الانضمام إلى فريق يتيح له المجال للعب باستمرار من أجل البقاء في المنتخب الوطني المغربي الذي يضع مدربه لدرجة راقية التنفسية عنوان التواجد مع أصود الأطلس ورد السيس على طلب يحياتية الله بأن بشكتاش هو الثالث أكبر وأقوى فريق في السوبرليغة التركية سواء من حيث الشعبية أو من حيث البنية التحتية وأيضا من حيث الجماهير وقال لها إذا كنت هنا محبوبا فإنك ستكون نجما بلا شك إذا كنت موافقا على اللعب لهذا النادي فلا تتردد وتعالى بسرعة وأبدأ بشكتاش الذي يعاني من نقص في بعض المركز من ضمنها مركز الظاهر العصار يعجبه الكبير بعطية الله من خلال الأداء الذي قدمه مع أصود الأطلس في نهاية كأس العالم قطر 2022 عزيز البدراوي رئيس الراجع رياضي يقترب من التوقيع مع مهاجم المنتخب السنغالي يسير نادي الراجع رياضي بلأسة عزيز البدراوي نحو التدعيم التركيبة البشرية التي يتوفر علي الفريق الأخضر استعدادا للموسم الحالي حيث قد اقترب من التوقيع للمهاجم السنغالي موساكوناتي في صفقة انتقال حرة واستغلت إدارة الراجع انتهاء العقد الذي كان يربط موساكوناتي بفريق درجون فرنسي للتعاقد مع خلال المركز الشتوى الجارية حيث ان موساكوناتي قد نجح في فسخ العقد الذي يربطه بفريق درجون الفرنسي بعد معاناته من العطالة بسبب اختيارات تقنية وإدارية وعانى موساكوناتي البالغ من العمر 29 سنتان ويشغل مركز رأس حربا عانى من العطال لمدة طويلة إذ غاب عن التباري منذ الصيف الماضي ولم يلعب لا مع رضي في درجون ولا الفريق الناشط في القسم الهوات لاختيارات تقنية وإدارية وسبق لموساكوناتي اللاعب لفريق مكابيت الأبيب الإسرائيلي لمدة موسم واحد في أولى بدايته الاحترافية كما لعب للترجع التونسي معارا من درجون الفرنسي قبل أن تنتهي قضيته عند الفيفا التي حكمت بفص عقدها وحصولها على مبلغ 400 مليون سنتيم بعدما صلطت عليه إدارة الفريق التونسي عقوبة مالية بسبب سوء السلوك الزاكي أمام مواجهة قوية في تاني ظهور له في الدورة التونسية يخوض بد الزاكي مدرب الهلال الشاب التونسي لكرة القدم اليوم السبت مباراة قوية ضد ترجع الرياضي التونسي في تاني ظهور له في الدورة التونسية وكان الزاكي قدشن ظهوره الأول في الدورة التونسي بهزيمة أمام بنزارتهي الهزيمة التي فتح من خلالها النار على التحكيم وسيوجه الزاكي مدربا تونسيا كبيرا ويتعلق الأمر بنابيل معلول مدرب الترجع الرياضي التونسي ويحتل الترجع وصفة الترتيب برصيد 15 نقطة واكتفى بالتعادل في الجولة الماضية أمام السفقس ويبتعد الترجع بفريق أربع نقاط عن النجم الساحل صاحب الصدارة برصيد 19 نقطة إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم نيف أكرد يفاجئ وليد القراغي بتصريح جديد لا يصدق نجم المنتخب المغربي حكيم زياش يوافق على الانتقال لهذا الفريق الفيفا تفاجئ الكاف بالسبب خروقات حفل افتتاح الشان الجزائري والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحدك توصل بجديد الأخبار